السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأصبح معكم كرام كراميل مخفوز حالة سهلة سهلة وسريعة جدا ومفيد جدا لو أولادك لا يأكله بيد أول حاجة سأدوي بالسكر وكرمله ثم سأوزعه في الصحون ثم سأضع السكر سأضع بالخلط كوبين حليب بودرة كوبين مية حبتين بيت نصف كوب سكر معلقة صغيرة فاناليا ثم سأضع نقطتين خل بيشيل ريحة الزفرة ثم سأخلطهم بالخلط ووزعهم بصحون بعد كرملت السكر ووزعته في الأوالب خلطت الكريم كراميل ووزعه في الأوالب وخبزهم بالفرن مدة نص ساعة في حمام مائي ثم سأضع الكريم كراميل سأضع بالصواني مية ثم سأدخلهم بالفرن نص ساعة على درجة 180 مئوية نفس الطريقة اعتمدها مع كاكة قدرت قادر لو انتو حابين تسووا كاكة قدرت قادر في الأوالب هاي الصغيرة ضيفوا عليها كاك خليط كاكة اي مقدار كاكة او ممكن بيت كروكر بس انا بفضل دائما خليط البيت افضل صحي اكتر بتوزعوها على الأوالب طبعا لا تكتروا الكاك تخبزوها نص ساعة في حمام مائي شكلها كتير بيكون حلو لما يكون هيك أكواب صغيرة الاوالب طبعا لو حابين قلب كبير اتركوا على انستجرام دخلتهم من الفرن طبعا نحملتهم من قبل على درجة 180 مئوية راح اخليهم نص ساعة بعدين اتطلحهم لو حابين تسووا قلب كبير خلو ساعة كاملة خلاص كده استوى عندي الكريم كراميل بعد نص ساعة راح اطلع من المياه الدراجة راح ادخل مع التلاجة ساعة دراجة نكتب ترجمة نانسي قنقر